رياح تغيير تهب على المشهد السوداني، ففي مسعى لإحداث خرق في الانسداد السياسي العاصف بالبلاد منذ فترة، المجلس السيادي السوداني يقرر ترك الحكم للمدنيين، ويدعو القوى الوطنية والسياسية للإسراع بتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي. إذ كشف نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان داقلو أن المجلس لن يتمسك بسلطة تؤدي لإراقة الدماء وزعزعة الاستقرار حسب وصفه. داقلو جدد الالتزام بحماية المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ووعياً منه بالذرف الذي يمر به السودان طالب المجلس بضرورة التكاتف والانتباه للمخططات التي تتربس بأمن البلاد. قطوة مجلس السيادة تأتي في إطار خريطة الطريق التي أعلنها رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان. ففي الرابع من يوليو الماضي أعلن البرهان أنه سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع. كما أعلنت المؤسسة العسكرية إفساح المجال للقوى السياسية لتشكيل حكومة كفاءات من خلال الحوار. ومنذ أكتوبر الماضي تاريخ فرض حالة الطوارئ بعد حل الحكومة يعيش السودان أزمة سياسية متواصلة على الرغم من مساعي الأمم المتحدة لإطلاق حوار بين الفرقاء السياسيين والعسكريين والتواصل إلى حل يعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي. ترجمة نانسي قنقر